نحن لازم نحكي بالإنجليزي عشان لغة الإنجليزية هي لغة عالمية فالكل الكل بيفهمها فإحنا حبينا نسوي الفيديو بالإنجليزي إحنا ترى لما شفنا على الأخبار إنه كيف طفال غزة إنه بيوتهم بتدمروا إنه ما بعيشوا بأمان وما عندهم إنه حقوق كثير اخترع عبانا إنه لازم نعمل إشي ونساعدهم حلو، طيب ونفس الإشي لإلك ناتاليا شو فكرتي لما كنت تحضر الأخبار وتشوفي هالمشاهد المحزنة وتشوفي أطفال عم بيبكوا أطفال ما عندهم بيت أطفال مش قادرين حتى يروحوا على المدرسة حزنت عليهم عشان كل أطفال إلهم حقوق معينة بس بغزة هذ الأطفال ما عندهم هاي الحقوق فحبينا نساعدهم ونعمل حمله عشان نتبرع هم ناس يتبرعوا ونعطي المصاري لغزة أكيد وكمان بحب أسمع من سارة يعني شأول إشي خطر لك برضو نفس نتاليا وندين لما كنت تشوف الأخبار ولما حتى حكيتوا بالفكرة يعني أن بدكم تساعدوا أطفال غزة أنا فكرة زعلت كثير لما شفت أطفال غزة ما بيتمتعوا وبيحقوا بهم يعني ما بيلعبوا وبيضحقوا وعم بيفقدوا أهليهم وبيوتهم وألعابهم وإحنا كمان تعلمنا بالمدرسة عن حقوق عن حقوق الأطفال وعن حقوق كل الإنسان وكمان انبسطت كتير لما يعني خطر على بالنا نعمل هاي الفكرة حلو كتير أنه أطفال ونحس بالأطفال الآخرين يعني زي ما قالت لي سارة أنه أنتو بالمدرسة أخذتوا عن حقوق الطفل طب لما أحكي قدامكم حقوق الطفل أول أول حق بخطر على بالكم أول حق هيك بيجي على راسك ندين وبتحس أنه أطفال غزة محرومين منه حكي لي يا ندين حق الحياة أكثر واحد عشان خي منهم يموتوا من البيوت اللي بتتدمر وأنه فيه ناس أنه عائلتهم يموتوا وما بقدروا يعيشوا وناتاليا حق اللعب والراعية الصحية بتحس إنه هم كمان أطفال غزة محرومين من هذا الإشي وسارة شو بتحس كمان أول ما تسمع فيك اسم حقوق الطفل شو بتحس إنه أطفال غزة محرومين من أي حقوق حق العيش مع عائلة وحق العيش في بيت هم محرومين منه أكيد طيب شفتكم بفيديو اللي هو الفيديو الترويجي للحملة عم تحكوا بالإنجليزي طب ناتاليا قديش مهم إنه إحنا نحكي بالإنجليزي مع العالم وليش لازم نحكي بالإنجليزي وليش لازم نحكي بالإنجليزي عشان لغة الإنجليزية هي لغة عالمية فالكل بيفهمها فإحنا حبينا نسوي الفيديو بالإنجليزي طب نادين ليش فكرت بالإنجليزي؟ عشان زي ما حكت نتاليا إنه لغة عالمية وإنه الكل بعرفها وإنه سهلة شوي فالكل بعرفها وبفهمها طيب بما إنه إنت حكيتوا بالإنجليزي صار حنتكم تفاعل مثلا مع نفس الإشي بتحكي بالإنجليزي من دول مثلا ممكن أوروبية ممكن أمريكية وهيك وتأثرت بكلامكم نعم عشان في حدا بيعيش بأمريكا تبرع عشر تلاف دولار هو تأثر من كلامكم وتبرع بعشر تلاف دولار قداشكم فضعين يعني قداش أنتوا تركتوا أثر كتير كبير طيب حابة أعرف كمان إشي هيك عندي فضول أعرف عنكم يعني إحنا اليوم موجودين هون بعد عشر سنين خلينا نقول تقريبا تكون عماركم يمكن عشرين سنة شو بتفكر رح تكونوا تدرسوا مثلا أحكي لي نديم أنا بركيا برضو أصعد أطفال فلسطين وبكون أنا أشتغل على الموفيز ويك أشياء حابة تكوني بمجال أنك تشتغل بالأفلام مخرجة يعني يعني موفي ديركتورة حلو طيب نتاليا شو حابة تكون نتاليا يا ترى شو حابة تدرس أنا حابة أدرس بالمختبرات بالمختبرات طيب و سارة أنا حابة أصبح كاتبة زي أمي زي أمك حلو طيب وعن إيش حابة تكتبي عن كل الأشياء عم بيصير بالعالم وفي فلسطين طيب بدي أسألكم سؤال تاني هلأ بما إنه انتو بتحكوا إنجليزي وأكيد بتسمعوا أشياء كتيرة الدبانة هاي أزعجتك بتسمعوا أكيد طيب شو بتحسوا العالم هالدبانة المزعجة هاي طيب شو بتحسوا العالم إيش بيعرفوا عنا إحنا كفلسطين هون شو بيعرفوا بيعرفوا الحقيقة مظبوط هم بيعرفوا الحقيقة أو بيعرفوا إشياء مش صح يلا مبلش من عند نديم هم الناس بيفكروا إنه إحنا صاردنا إسرائيل يعني بفكروا العكس مش اللي هلا عم بصير بفكروا إنه فلسطينيين بيكروا مش مناح لإسرائيل بس العكس هو طيب نتاليا شو بتفكر إنه الناس بتعرف الحقيقة عن بصير في فلسطين لا ولا شو بيفكروا عنا بفكروا إنه إحنا عم نحجم على إسرائيل طيب سارة كيف إحنا بننصحح هذا الإشي؟ كيف ننصحح هذه المعلومة للناس؟ نحن عم بنجرب كيف ما عم نعمل هلا بحملتنا عم بنجرب ننشر يعني هاي الكلمة لكل العالم إنه إنه إحنا ما عم نعمل إشي لإسرائيل إسرائيل اللي عم تأزينا عم تأزينا تماما بالفيديو حكيت كل حدا جملة وكل حدا حكا إشي كتير مؤثر فبتحبو تحكو لنا يا؟ بتحبو تعيدو لنا الجمال اللي حكيتوها بالفيديو؟ نبدأ من عندنا دين؟ يعني الفكرة تبعت الفيديو؟ من الجمال اللي حكيتوها بالفيديو الجمال المؤثرة للعالم؟ إنه إحنا بدنا إياهم يعرفوا من هذا الفيديو إنه ساعد أطفال غزة وتذكروهم وإنه بقدوا يتبروا عشان نساعدهم نتاليا إيش بتتذكر إشي من الفيديو حابة تحكي مثلا؟ الجمال اللي حكيتوهم بالفيديو الرسائل اللي أطلقتوهم؟ إنه كنا عم نحكي للعالم إنه أطفال غزة ما عندهم الحقوق زي باقي العالم ويعني هم لما يكونوا نيمين بيوتهم عم تنتهتر وإحنا بدهم إنه ينبستو يلعبو ننحقهم إنهم هم يعيشوا حياة طبيعية أكيد طيب وصارة كمان شو الرسالة اللي حكيتيها بالفيديو؟ أو إذا أنت عندك أي رسالة تانية هيك حابة تحكيها لفل العالم؟ في جملة حكيتها بالفيديو أثرت علي كتير إنه الأطفال حول العالم بيتمتعوا بحقوقهم ويعني يعني بيعملوا أي شيء إمتى ما بدهم إنه بيلعبوا إمتى ما بدهم بيناموا براحة بس أطفال غزة ما بيتمتعوا بحقوقهم ويعني ما بيقدروا يلعبوا وما بيكونوا مرتحين يعني لما يناموا بيكونوا هيكوا خايفين وبيكونوا يفكروا بإيش رح يصير فيهم اليوم البعد صح، قديش مؤثر كلامكم يعني قديش حلو أسمع من أطفال هذا الكلام اللي كتير مؤثر آخر إشي حاب أعرفه لما حكيتوا لو لا تصفكم تفاعلوا معكم، ساعدوكم بهاي المبادرة وشغلة يعني كمان كيف لقيتوا الناس هون بفلسطين تفاعلت مع هالحملة اللي أنتوا أطلقتوها تفضل إنه تفاعل كان كتير منيح الناس يكتبوا لنا كومنتز كتير منيح وصووا يحكوا إنه مثلا كيبوب بتتبعوا الكومنتز وبتقرؤوهم وإنا بحكوا لنا تضلكم إنه هيك أعملوا استمروا بهذا الشي وبالصف إحنا يعني ما بدنا نحكي لهم وهم اللي حالهم بحكوا لنا نشوفنا الفيديو حلو كتير ولمسات مرات بعد وضو الفيديو طيب شو كان شعورك نتاليا لما لمس عرضت الفيديو بالصف؟ شو كان التفاعل من أولاد صفك؟ أنا كنت كتير مبسوطة عشان رفت إنه المس كانت إنه مس احتمت عشان تساعد ومس فيه من الأولاد صفنا أم تبرعوا وفيه لسه عم بفكروا مس تمام والمس كمان عم بفكروا أكيد طيب سارة إيش بتفكري لقدام هل راح تكملوا بهذه الحملة ولا ممكن مثلا تعملوا كمان حملات لقدام يعني حابين تكملوا بهذا الطريق إنه تساعدوا الناس اللي بحاجة لمساعدة؟ آه أكيد راح نكمل بهذه الحملة حملات أخرى يعني ممكن نشوفكم بحملات تانية مش بس فقط لأطفال غزلة أي أطفال محتاجين لأطفال نعم مش بس لأطفال غزة لأي طفل محتاج أو عم بيصير إشي بحياتهم يعني هيك مؤذي ومش حلو حلو طب آخر إشي حابة أسمع من كل حدا فيكم كلمة للأطفال لأطفال غزة إيش تحكو لهم هلأ؟ لأطفال غزة مش للعالم لأطفال غزة إيش بتقولي نادين؟ إنه إحنا من نحبكم بدنا نساعدكم وبدنا إياكم تصيروا مبسوطين وإنه تعيشوا بأمان ناتاليا؟ إحنا مش نسينهم وبنا نساعدهم سارة إحنا بنحبكم كتير وأكيد إحنا مش نسينكم إحنا بنجرب نساعدكم أكتر معنا فيارب يعني تتمتعوا بحقوقهم أكيد يعني قداش أنا مبسوطة بوجودي معكم يعني أنا حصل للشرف أني موجودة معكم بالكلام اللي سمعتوا منكم يعني إن شاء الله أكيد جيل يعني قداش فهمان قداش مثقف قداش عم بحكي بلغات تانية وهذا اللي إحنا بحاجة لإله شكرا له المبادرة الحلوة شكرا لمشاعركم السادقة ويعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم كل التوفيق وبتمنى إن شاء الله أستضيفكم مرات تانية بنحكي عن مبادرات مبادرات جديدة وكلها أكيد يعني بتساعد الأطفال بتساعد الناس المحتاجة شكرا ندين العكر وناتاليا نينو وسارة السبع شرفتونا يعني لهون مشاهدين الكرام نختم هاي الفقرة يعني حكينا مع هالأطفال ولما سمعنا كلماتهم المؤثرة هاي بنعرف إن إن شاء الله في جيل قوي عم بيسترنانا في جيل إن شاء الله رح يحمل الراية لحتى نتمتع إحنا إن شاء الله بحقوق عادلة وبحقنا بتقرير المصير هلأ بنرجع لستوديوهاتنا بالأردن لحتى نكمل باقي فقراتنا يسعد صباحكم